خديجة! خديجة! سلطانة الله يوفقك فتح عيونك! خديجة ردي علي! الله يخليكي! طمنيني سلطانة فيها شي! هلأ منشوف! خديجة! هوني خطر! الأبو أمان أكتر! اليو انت احميلي سلطانة! ماشي! يلا! أعلى! أعلى مالك عليها! يلا! تبه علي! الله يخليك! يا رب دخليك! شو صار؟ ليو شو صار؟ إنه! إنه؟ صار بكم رصاصة يا ليه! سلطانة انتو روحوا فورا لا توقفوا! كل ياتكن روحوا! يلا روحوا! او عطون رح ارجع فورا او عطون سلطانة يلا روحوا اسما جيبي فرشي وحبسي ايهونيك يلا بسرعة يلا يلا ماشي هاتي جيبي غيرا مصطفى تعالى هون عود قدامنا يلا هاتي على مهلك انا رايح جيب ليو سلطانة سلطانة الله يخليك يرد علي سلطانة حبيبي مصطفى اوعد خف مني اللي عم بسير مولاي السلطان سليمه رح يجي فورا وينقذنا يا رب سلطانة سلطانة بشان الله لا تخوفينا عليك اسمعتني فرشة من عندك بسرعة حطوا هون يلا را حطا كيف صارت السلطانة؟ لسه ما صحيت وين الحكيمة؟ ليش تأخرت؟ رح رح شوفها استني انا جاي سلطانة عم تموت رجع تحمل يلا فوتوا بسرعة روح شوفي السلطانة 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 في عندها نزيف رح ينزل الولد انا لازم عالجها فورا بس ما فيني عالجها هون نقولوها عنها خديجة هي المهمة تركي الولد هلا المهم هي تعيش شو صار؟ في شي خبر؟ بصراحة المتمردين لسا تنهون نحن لازم ناخد السلطانة على قوتة ما بيصير الضل هون خلينا نستنى شوي بظن ان الوضع رح يهدى الرسام وضعه كتير سيء رح يموت ما؟ جرحه غميء يعني ما رح يطيب بسهوله بس ان شاء الله انه ما يموت هو فد السلطانة خديجة بروحه منقول عنه غريب بس لي وطلع زلمة بكل معنى الكلمة اصمم يا اولاد اصمم يا اولاد اصمم سلطانة 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 لا تخافي شو صار؟ خديجة كلياتنا جنبك اوي حالك شوي بطني عم بجاني بطني عم يجاني هاد لانك وقاتي بلك دخلوا لجوة وقت شو حالعمي؟ كأنه صار شي كلهم فجأة انسحبوا ألف حمد وشكر إليك يا ربي يلا خلونا نطالع السلطانة على أوتة صادقة ناصوح أفندي ساعدوني يلا أسمى خديل أولاد يا رب يلا مصطفى قوم اسمعيني أنا لاحقتك أنا مهلك كيف صار؟ جرحه كتير غميء صحيح هو ما عم يطلع صوت بس وضعه سيء جرحه ما بي مويت مهك؟ إن شاء الله سلطانة ماشي أنت يروحي لعند السلطانة خديجة تأمري سلطانة ماشي سلطانة ماشي سلطانة سلطانة ليو ليو لا تضعف وضعك مانو سيء انا ما رح صير مني انا اصلا ميت واللي موتني هو فرائك ليش لساتك هم ليش ما سافرت انا كنت بدي روح كنت رايح يا اليكس بس مشانك رجعت لهون انا رجعت من خوفي عليك موسيقى 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 الفات مريا سلطان ابني موسيقى 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 المهم انك منيحة يا غديشة نحن لازم نشكر الله ونحمده انه لساعتنا عايشين هو يام ادني شو صلو سلطانة ابنك هلأ بالجنة قولي بالي سلطانة اهدي شوي سلطانة اهدي تركيني 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 انا ما بدي شوفي الولاد اذا بيأكلوا اهدي تركيني اهدي تركيني بس هو لسا تعبان تركيني 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 إجا إبراهيم باشا عطيته شوية معلومات عن الحرم لك أمتا إجا؟ من شوي إجا عشو مبسوطة؟ وليش ما كون مبسوطة؟ ما شفتي شو صار فينا بغيابه؟ الله يديم ويدي مولاي السلطان سليمان فوق راسنا آمين منيح النقجة خديجة ودعمه منيح انسي ما لقيته؟ فتشت كل الغراض وما كنت لقي إذا ما لقتي ما بتكوني مضيعتي هون؟ نزلي سأليلي الجواري بل كيفي شي واحدة أخدته؟ الجواري مستحيل ياخده مين بدا تتجرق؟ عايشة وقدروا يموتوا شلون ما رح يتجرقوا علي؟ نزلي الجواري مستحيل شوفي؟ شوفي؟ شونيكو يا؟ شوفي مستحيل شوفي مستحيل هويام أنا هون مشان مصطفى قال لي أنه أنت حميتي ومشان هيك بدي أتشكرك ما عملت غير واجبي ما في داعي تتشكريني الله يحمينا ويحفظ لنا ياهم آمين لسه تهدي الجناح لأليك الأولاد والجواري عم يضلوا هون وأنا عم روح عجناح السلطانة خديجة مع مولاي شو هويام لقيت خاتمك ولا لسه لا لسه ما لقيته متأكدة أنه بشي مكان ولأنه هالخاتم روحي فاللي أخده أكيد رح يتأزى طيب مدامه هو روحيك كنت لا توقعي أحسن ما يدوثو لك عليها مولاي ناطرني اليوم عن اذنك بدي يروح لعنده ابقي زوريني بالتراس نقعد سوا و بنشرب عصير شو صار لش اجت لعندك هي اخدته لمين خاتم الزمن الرد لا مو معقول لا تفكري هيك لا مستحيل طولي بالك بكرا رح اثبتلك انه هي اللي اخدته ست فريار كلي شبكي صحتين يا سلطانة انا موجوعاني البنات قدموا لي اكل بفضلك صحتين وعافية يا بنات شكرا لك يا بخالو سألت يون عن خاتم الزمن الرد والله ما حدا من الجواري شافوا وحتى لو شافوا ما حيقولوا عنه ممكن تسمعوني كلكن في خاتم مصنوع من الزمن الرد وما عم بقدر لاقي وفي مكافأة كبيرة وشكر اللي اللي بتلاقي اذا لقيتوه عطولي الست فريال سلطانة الاكل اللي قدمتي كتير طيب شكرا إليك صحتينو هنا سلطانة هويام خير شوفي لتكونوا لقيتولي خاتمي لقيتو والحلوان إلي وهي خاتمك كيف لقتي إليلي وين كان لقيتو الجارية وهي عم تنظف التراس قال كنتي مؤعتي ومو منتبها بكرة بتجيبي لي هالجارية أنا بدي أعطيها مكافأة ما في لزوم هذا الشغلة مزبوط مولة الجارية لازم أعطيها لناهي الدوران شو فكرتيني غبية؟ العفو يا سلطانة قولي الحقيقة البنات اللي عم نطفوا التراس هن اللي عم نطفوا لي التراس هن جواري ناهي الدوران لا تخافي قولي شو اللي خلاكي تروحي لعندة؟ ناهي الدوران ما رح اتقاتل معه ما عد أعمل مشاكل يلا اعترفي والله لقوا بالتراس بس هي ما حبت تجي تعطيكي ياه يا ست فريال أنا كتير بوسق فيكي يا ترا أنا غلطانة بهالشي؟ واسق فيكي واسق فيكي ليو شو اللي يرجعك؟ عساس كين بدك ترجع عبلدك؟ سلطانة؟ اي فريال أنا من شوي كنت بدي نعديلك ليو أفندي وصل هو ومولاي عم يستنوكي بجوز مشان يكملوا الصورة مم وليو أنا كمان بديها مشان هيك عطيهاي شو هاي؟ هداك اليوم وقت التمرد ليو فدانا بروحو ليو نصاب وعرض حياتو للموت مشان ومشان هيك لازم نقدم له بخشيش مه مزبوط والله برافو عليك يا سلطانة يلا روحي انتي وعطيياهم بجهز حالي وبلحقك فورا وليش أنا لا حتى أعطيياهم بدك تعطيب بخشيش عطيياهم بإيدك عملي يلي طلبته منك وفورا انتي بتأمرين يا سلطانة مم بيشت ليو الحبي اللي كان بيناتنا مفروض انك انت تنساه تركني لازم تروح من هون فورا ارجوك خود هدولة الذهبات وابني حياة جديدة لك كيف جرحك يا ليو نشكر الله مولاي طاب احيانا بحس بشوية وجع لا تفكر فيه منسا يا ليو ما فيك تتخلص من الشي اللي عميوجع روحك الا بالنسيان مولاي اذا بتسمحلي بسخلص هالرسمة اني اترككم اشتقت لبلدي لبيتي وعيلتي حسي جي لوقت المناسب بتسافر وبتشوف عيلتك بس اكيد مو هلأ لاني قررت اني وظفك عندي رح قللون يوظفوك بالقصر من اليوم وراح يكن لك راتب شان هيك خليك هون اذا بدك فيك تجيب عيلتك ومن زوجك من هون كمان اذا بدك بس مولاي تسكر الموضوع يا ليو خلينا امبلش ست فريال انتي شو واقفة عم تساوي هون امشي قدامي يلا هويام خانم قالتلي استنيني يا ما شاء الله وصير عم تنفزي كلمتا بالحرف سنبول مولاي السلطان براهيم باشا وينو هلأ براهيم باشا راح على اسره من شوية مولاي السلطان منيح منيح خديجة هلأ ما بتنترك لحاله ليو افندي خلص انا مليت بكفي اليوم هيك انا حابب روح على الاصر وشوفها لخديجة اذا بتحبي تعالي روحي معي مولاي السلطان سامحني اليوم اهملت ولادي لازم اهتم فيهم شوي المسم نتعشى مع بعض راح خليوني جهزوا العشا عالتراس يا مولاي لكان انا راح روح والمسى بشوفك اللي اللي عطيته الذهبات اي عطيته يعهون بس كان غريب كتير يعني بدل ما يكون مبسوط فيهون كتير زعل وليش بقى اللي حتى يزعل والله ما بعرف بس حسيتلي وقفنتي مو على بعضه انتي شو قصدك الواضح كلهم هون حاطين عينهم عليه بس ليه حاطت عينه عليكي كيف انتي شو اللي عم تقولي ما بظن يتجرق ويساوي هيك وليش ما يتجرق ما هو يراسم صورتك وعم تظل معه طبعا رح يرسمها لانه هذا شغله لهيك بعتله اكرامية مشان يرسمنا كتير منيح طيب انتي ليش هيك عصبتي ما بتعرفي هالحكي ما بيجوز ابدا انا زوجة مولاي السلطان سليمان ياللي بيتجرق وبيحط عينه علي بينتهي مظبوط هالحكي اكيد بينتهي ومولاي السلطان ما عنده مزح بهيك شي مظبوط يا السلطان اه